اختيار المجلس الرئاسي سينتقل المشاركون الى اختيار رئيس الوزراء في الايام المقبلة ينضم الينا من جنيف مراسل الجزيرة عبدالله شامي اهلا بك عبدالله ما الذي نتوقعه اليوم نعم في هذه الاثناء عاد المشاركون الى القاعة التي سيتم انتخاب المجلس الرئاسي فيها وذلك بعد عرض اربعة من المرشحين لبرامجهم عبر تسجيلات فيديو بنظر الى انهم لم يكنوا مشاركين في الجلسات التفاعلية امس الان في هذه اللحظات سيبدأ التصويت على المجلس الرئاسي الذي سيدكون من ثلاثة اعضاء كل منهم يمثل اقليما من الاقاليم الثلاثة اذا لم يمر هذا الامر كما هو مأمول بان يتم انتخاب الثلاثة اليوم بواقع سبعين بالمئة من الاسوات لكي يحصل المرشح على دعم واحد من هذه الاقاليم الثلاثة فان الامر سينتقل الى نظام القوائم نظام القوائم يتكون من اربعة اشخاص يوزعون على الاقاليم الثلاثة شخص يمثل المجلس الرئاسي كرئيس له وعضوين ورئيس الوزراء لكي تدخل القائمة الى التصويت يجب ان تحصل على سبعة عشر صوتا ثمانية من الغرب وستة من الشرق وثلاثة اصوات من الجنوب في هذه الحالة يمكن القائمة ان يتم التصويت عليها واذا حصلت على ستين بالمئة من الاسوات فان القائمة مجمعة تفوز بالمناصب التي يتم انتخابها في هذه الاثناء سواء المجلس الرئاسي او رئاسة الوزراء واذا لم تستطيع اي قائمة ان تحصل على ستين بالمئة من الاسوات فان القائمتين اللتاني ستتحصلان على الاسوات الاعلى سيدخلان في اعادة لكي يتم اختيار واحدة منهم هذا الأمر بطبيعة الحال إذا لم يتم الحصول على التوافق فيما يخص المرشحين المجلس الرئاسي اليوم من المتوقع أيضا أنه إذا جرى الأمر بثلاثة اليوم أي تم اختيار المجلس الرئاسي غدا وبعده سيتكرر الأمر مع منصب رئيس الوزراء 21 شخص رشحوا أنفسهم لرئيس الوزراء سيعرضون برامجهم غدا ثم في يوم الخميس ستم اختيار رئيس الوزراء على كل حال في هذه الأثناء كما أسلفت بدأت جلسة التصويت لاختيار المرشحين وبناء على الساعات القادمة سيتحدد مسار جدول الأعمال في هذا الحوار الليبي الذي يستمر حتى الجمعة الخامس من فبراير وسنستمر في المتابعة معك عبدالله الشامي طيلة هذا اليوم حتى نعلم النتائج شكرا جزيلا لك عبدالله الشامي مراسل جزيرة من جنيف شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة شكرا لكم